ومن النهاردة تحديداً بداية جد الجد للمسلم الجديد كل اللي حصل قبل كده من بداية المؤسكر ومن بداية تطبيق نظام اليوم الكامل ومن بداية تولي مستر مارسل كولر المسؤولية تعتبروا مجرد تمهيد استغلوا الجهاز الفني أفضل استغلال لكن بداية الجد النهاردة لأنه النهاردة ومش فاكر من إمتى الحقيقة يعني مش قادر إذا كده خيناني مش قادر أفتكر إمتى النادي الأهلي كان فول سكواد زي النهاردة النهاردة بينضم اللعيبة الدولية اللي كانت موجودة مع المنتخبات سواء منتخب مصر الأول أو منتخب مصر الأولمبي بالإضافة طبعاً لعودة معلول وديانجو ومشاركتهم مع نادي الأهلي التمرين النهاردة كان على فترتين الفترة المسائية اللي بدأت يمكن من دقايق مش كتير يعني دي كانت مخصصة أكتر للعيبة الدولية اللي رجعت من معسكرات منتخباتها عشان يتفرج عليهم أو يبتدي يشتغل معاهم مستر مارسل كولر فباستثناء من كل سكواد الأهلي باستثناء عمار وبرسيتاو الأهلي موجود النهاردة في ملعب التيتش مرة تانية بيرجع الأهلي لملعب التيتش تقريباً فول سكواد ينقصنا بس عمار وبرسيتاو ببرسيتاو طبعاً كان تمرينات خفيفة كده ما شاركش في التمرينة الجامعية وعمار قريب جداً إن شاء الله يمكن بعد مباراة التحدي المنستيري أعتقد يقدر يدخل فيه وده طبعاً أليوت زينج نجم المنتخب المالي الدبابة المالية واحد من الصفقات الأجانب يعني تتمنى دايماً أن يكون الأجانب على نفس المستوى صفقة أفريقية لا هي لاتينية ولا جاي من أوروبا لكن الحقيقة ولد تسلم العين اللي شافت وتبعت واختارت أثبت كفاءة واحد من يمكن اللي لم يكن هو أهم محترف مصري محترف أجنبي يعني مصري في الدولي المصري في السنوات الأخيرة كلها طيب الإسبوع ده هو الإسبوع الأخير كمان قبل مواجهة الاتحاد المنستيري وفي الإسبوع ده كل اللي أنت عايز تعرفه هتعرفه وهيتم حسم كل القضايا المرتبطة بالمسم الجديد بقى بنتكلم على الرعاية وبنتكلم على الكت الجديدة بتاعت النادي الأهلي أو اللبس الجديد بتاعت النادي الأهلي تيشرت جديدة اللي يظهر بها الأهلي في مباراة الاتحاد المنستيري بنتكلم على الصفقات للأهلي بيحط الرطوش الأخيرة أو اللمسات الأخيرة واللي هتشارك مع الأهلي في المسم الجديد وطبعاً أنه الراجل بقى يبتدي يشتغل مع الفريق ككل أول مرة تتاح لي فرصة أن يشتغل مع الفريق بشكل كامل قدي حمدي طبعاً كريم أيمن أشرف والشناوي في منتخب مصر الأول. أدي الشناوي طبعا في الصورة. فلأول مرة طبعا كل اللعيبة التانية كانت بتشارك طبعا في تمرين النهاردة الصباحي. يعني سكواد الأهلي كله اللي يشتغل مع ميس سالكولر على مدار الأيام الأخيرة. كان ليه التمرين الصباحية بتاعت النهاردة. مصطفى شوبير وكابتل خطيب كان حضر النهاردة التمرين. وأعتقد زي ما قلنا دخلنا بقى في مرحلة الجد. نحن مفترض إن شاء الله زي ما كانت نسايد قال أنه البعث ستسافر يوم ستة عشان نلعب مع الاتحاد المنستيري يوم تسعة. ونتمنى طبعا يعني أنا بشوف أنه الراجل خد فرصة طيبة جدا. كان عنده من الوقت أنه يعرب يكتشف. والرجل بزل مجهود كبير. يعني ميس سر كولر مركز قوي 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 على التفاصيل. حالة الانضباط وحالة التركيز عشان أطمن الناس في أعلى مستوياتها. والحالة المعنوية عند اللعيبة في أعلى مستوياتها. بداية تقدر تقول عليها ريسات. عملنا ريسات. مش ريستارت. ريسات. فرق بين ريستارت و ريسات. ريسات يعني بتصفر عددات. كلهم صفر عددات. والبداية والراجل الحقيقة قال إن الفرصة عند الأسماء كلها سوا ساعة. يهمني العقلية. الالتزام. مستوى الأداء. لا هيهمني لعيب كبير ولا لعيب صغير. لا هيهمني لعيب خبرة ولا لعيب طالع من تحت. أو لا هيهمني لعيب بقاله في السكواد 3-4 سنين. أو لا هيهمني لعيب لسه جاي. صفقة جديدة. هيهمني العقلية. هيهمني التركيز. الالتزام. ومستوى الأداء. ده كان عنوان للمرحلة اللي فاتت. كل التوفيق طبعا أعتقد المهانسة عدد القياهي. مهانسة عدد القياهي مع كابتن سيد عبد الحفيز طبعا. وكل التوفيق لشركة الأهلي لكورة القدم. يعني أمال. أمال. وطموحات. وأحلام الجبهير النادي الأهلي. بإذن الله في أيضا أمينة. وأعتقد أنه يعني ليس تقليلا طبعا من الأسماء اللي كانت بتتولى المسئولية. واعتزرت عن الاستمرار في الشركة. الحقيقة برضو أسماء كانت كلها محترمة. وكانت الحقيقة محل ثقة كبيرة جدا عند كل الجبهير النادي الأهلي. ولكن المجلس حالي أيضا بقيادة المهانسة عدد القياه. أعتقد عنده من الخبرة ومن الضراية ومن الإمكانيات ومن العلاقات. ما يعني يوكلوا لإدارة الملف ده على أحسن ما يكون. كل التوفيق لشركة الأهلي الكورت القدم.